قنوات التليجرام التي يشتبه بأنها تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران وأتحدث هنا عن قنوات التليجرام طبعا الفصائل المسلحة العراقية تحديدا أعلنوا عن تيم الطاهرة كفريق هو يقوم بهجمات سبرانية وغيرها وأعلنوا عن هجمات سبرانية في داخل إسرائيل مؤخرا ضد مواقع موجودة في المملكة العربية السعودية عطلوها قليلا وبعدها عادت طبيعية برأيك سيدي الكريم دخول الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بهذا المنعطف هل سيجعل العراق يدفع الثمن ويتعرض إلى هجمات سبرانية خطيرة هل سندفع ثمن ما يجري هنا هو هذا الخبط السياسي الفارسي دكتور أحمد إيران نفسها متوسخي ديها حتى تترك كل أوراق مفتوحة بالنسبة لها تجعل مرتزقتها في داخل العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان تجعلها تقوم بالأعمال القادرة هذه سواء كانت حرب سبرانية أو انفجارات أو شيء من قبيل حتى هي دائما تدعي مثل ما قلنا أنها ليست لها علاقة بهذه الأمور ولكن بالفعل هي تعرض العراق والدول العربية الأخرى إلى تدعيات قد تكون أمنية سبرانية عسكرية أو حتى اقتصادية تأثر على هذه الدول وتكون إيران هي في منأة عن هذه الإشكاليات فطبيعي إذا هذه الميليشيات استمرت بتهديد الأمن المنطقة سواء كانت في شكل سبراني أو طائرة مسيرة أو صواريخ بالتأكيد العراق ستبعث منه ورح تكون طبعا حسابا صالح العراق والشعب العراقي بلا شك طيب على الرغم من سماعنا إلى هذا الحوار الاستراتيجي المرتقب بهذا الشكل بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي المرتقب في الأيام القادمة إلا أن الإدارتين الإدارة الإسرائيلية والأمريكية على خلاف المسألة الإيرانية وهم اعترفوا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن هناك فعلا خلاف هل تعتقد بأنهم بشكل أو بآخر الآن اقتربوا من بعضهم البعض في مسألة ما يجري في إيران أم أن إسرائيل تبحث ممكن عن بعض الضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعود واشنطن إلى الاتفاقية النووية إسرائيل بشكل غير مباشر تنقل مخاوف ليس فقط إسرائيل إنما أيضا دول الخليج العربي ويعني التهديد الإيراني لهذه الدول أمنيا عسكريا اقتصاديا إلخ فبالتالي هي بشكل غير مباشر تنقل الامريكان ليس فقط مخاوف إسرائيل إنما حتى حلفاء أمريكا في المنطقة مهددين من قبل الطرف الإيراني أو أدراعتها المسلحة في المنطقة فهناك سنسمي تحالف بشكل غير مباشر ما بين منطقة الخليج العربي وإسرائيل بصدد الملفات الأخرى لإيران أنا أعتقد هذه الرسائل تبقلها إسرائيل إلى أمريكا وبالتالي بالذات بعد ما حاول بايدن وحاول بلينكين وحتى سوليفان مثلا لمحادثة الأمير محمد بن سلمان أو الأمير محمد بن زايد وضغط عليهم من أجر رفق كمية المنتاج النقط حتى ينقض السعر ما تجابوا يهم لأنه بالفعل لما الدول هذه تعرضت إلى قصف إرهابي من قبل الحوثيين بدعم إيراني لمشاة اقتصادية أو حتى عسكرية أو أمنية أو مرشعة الطاقة بايدن يعني غمض عينين مو بس عين واحدة فبالتالي إسرائيل تنقل حقيقة هنا يعني مخاوف دول المطقة كلها بأكملها من التهديدات الإيرانية ولا صفقة إسرائيل فأنا أعتقد الموقف الآن أكثر تعقيدا من السابق عندما كانت إسرائيل تنسق معها الطرف الأمريكي من أجر مصالح القومية والآن لا المعادلة اختلفت تماما ترجمة نانسي قنقر